طيب احنا اتكلمنا عن الفضائل تعالوا بقى نقول كده سورة الفاتحة انا عايزك تدخيلها كده افريدها قدامك كده سبع آيات يبارة عن ايه سورة الفاتحة يبارة عن مقدمة من الثناء ثم بعد ذلك نهاية بالدعاء يدالك يا مام النووي قال يعني ايه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي القسمة الفاتحة الى نصفين نصف فناء ونصف دعاء يبقى تاني الحلقة احنا هنتكلم اول حلقتين فضائل ومعاني كلمنا على الفضائل سريعا المعاني في نصف ثناء ونصف دعاء الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ده الثناء بعد كده في جملة في المنتصف بتحدد الوجهة وبتحدد القبلة وبتراجع التعريف بتاعك اياك انا عبده وياك انا استعين دي الفاصل ما بين الثناء وبين الدعاء اهدنا الصلاة المستقيل يعني كل الفاتحة دي اللي هي اعظم سورة وام الكتاب والسبع المثاني والرقية والشفاء والكافية والاسماء الكتيرة اللي اتقالت والصلاة كل الاسماء اللي اتقالت دي كل ده عبارة عن الملخص انا عايز اطلب من ربنا الهداية يعني كل العظمة دي وكل اعظم سورة في التوراة والانجيل والزبور والفرقان عشان كلمة اهدنا وان اللي قبلها مقدمة الاهدنا انا عايزك تتخيل لو انا قلت لك انت ليك دعاء واحد لازم تطلبه في كل صلاة تطلبه في كل ركعة ولازم تكرره هو طلب واحد لو احنا اللي كنا اخترنا كممكن اخترنا غلط ربنا هو اللي اختر لنا لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الخير لنا ربنا يعلم مدى حاجتنا للهداية ربنا يعلم قدي احنا ضعفاء وقدي ايه الشياطين بتحيط بينا الشياطين الانس والجن وقدي ايه ان احنا ممكن نسقط فيه سبل الضلال وقدي ايه ان الانسان ممكن تغلبه شهوته او يقع في شهوة او يقع في شبهة فالانسان محتاج للهداية لدرجة ان لازم يطلب الهداية في كل ركعة ولازم يطلب الهداية في كل صلاة محتاج لده حبب الله الينا سورة الفاتحة بهذه الفضائل عشان احنا محتاج للهداية لكن ليس هناك طلب بدون مقدمات هذا هو الادب مع الله سبحانه وتعالى كيف ستدخل الى باب الملك وتطلب هذا الطلب العظيم طلب الهداية الذي يحقق لك الخلود في الفردوس الاعلى الذي يحقق لك الخلود مع الذين انعم الله عليهم ده طلب عظيم فلازم مقدمات وعلى قدر الطلب وعيضا الطلب تكون المقدمات عظيمة وتكون المقدمات مركزة